السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلقت الان صافرة الشوت التاني من مباراة ليفربول المباراة الكوية جدا في الدورة الانجليزي طبعا مباراة ولا اروع صراحة شفنا شوت اول كان كوي جدا لعبي فيه حلو جدا ليفربول الحمد لله استطاع في الشوت الاول ان هو يحقق هدف اولاني وكان هيأكد على الهدف ده بهدف تاني في اخر الشوت الاول بالتحديد في الديهة ال42 لما استطاع محمد صلاح ان هو ينفرد بالجون وكان خلاص هيجيب الهدف بس يتأخر شوية ويجه الهدف في الزاوية الدايقة فالاسف استطاع الحارس المرمى ان هو يصد الكرة بتاعت محمد صلاح في اخر خمس دقائق وكمان في دقيقتين الوقت البدل ضايع كان محمد صلاح الحمد لله يعني بعبه كان جميل جدا وحاول ان هو يسدد اكتر من مرة في اخر الشوت الاول وبإذن الله يسدد في المباراة دي وتكون مباراة قوية جدا ان شاء الله بإذن الله طبعا ادعو له التوفيق وان شاء الله بإذن الله ليفربول يكسب ويحقق الفوز في المباراة دي طبعا كلا الفريقين يسعى للفوز بالمباراة بس حاليا بنسبة 90% استحواز ليفربول على الفريق المنافس ده كان الخبر بتاعي لو وصلتم معي لحد هنا لايكو شير فعلو زر الجرس صلاة لكل جديد وقافيكو كل اخبار المباراة ولو انتو حابين تتابعوا الشرط التاني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلو زر الجرس عشان يصير لكل جديد متنسوش تدعوني بلايكو سلم علي